السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد انقطاع كبير قوي معرفش والله مش لاقي ليه سبب غير ان هو عدم توفيق من ربنا سبحانه وتعالى رجعلكم النهاردة بحاجة خرافية والله حاجة كويسة جدا 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 اكتر اتنين هيبقوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لازم تكون واحد منهم الاتنين اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان هما هيكونوا اقرب الناس ليه يوم القيامة هما نوعين من الناس خلونا نشوف في الفيديو دوت مين هما النوعين دول ويترى هتقدر انت او انتي تكونوا حد من النوعين دول ولا لا يلا بينا ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للمرة التانية في البداية كده قبل ما نبدأ موضوعنا عايزكوا تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم زيدوا النبي صلى الله عليه وسلم معلش بالله عليكم زيدوا تاني النبي صلى الله عليه وسلم اول نوع من الناس هيكون قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ده راجل كده حسن الخلق كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقة حسن الخلق صادق ما بيجدبش أمين ما بيخنش لسانه دوت مش عمال على بطال شتيمة وبيقول ألفاظ لا يرضاه الله ورسوله سبحانه وتعالى أحاسنكم أخلاقة تبان في ظاهر الأمر كده إن هي سهلة وأي حد يعرف يعملها وأنا إن شاء الله أبقى وات كده حسن الخلق لذيذ لطيف مفيش حد زيه ولكن سبحان الله هذه لا يستطيع فعلها إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى وإلا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى يعني انت بص في البداية علشان تكون سواء الصنف الأول أو النوع الأول من الناس أو النوع الثاني اللي إحنا هنتكلم عليه تمام لازم ركم واحد تدعو الله سبحانه وتعالى إن هو يعينك إن أنت تكون سواء حسن الخلق أو النوع الثاني اللي هنكون عليه دوت لأن والله لولا وبدون معية وعون الله سبحانه وتعالى إنت مش طعف تعمل أي حاجة وهقول لكم الدليل كمان شوي يبقى أول نوع من الناس يبقى قريب من النبي صلى الله عليه وسلم جدا يوم القيامة هم حسن الخلق لهم أخلقهم حسنة أخلقهم كأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاقهم القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قيل لها صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن شوف القرآن بيقول إيه واعمل القرآن بيقول لك ما تجدبش اوعى تجدب القرآن بيقول لك خليك أمين اوعى تخون القرآن بيقول لك خليك صادق حافظ على الصلاوات عامل الناس معاملة حسنة ابتسم في وجه الناس ولا تكون عبوسا ووشك دوت زي ما بيقولوا كده عليه غضب ربنا سبحانه وتعالى اعمل ده تمام خليك رحيم على الناس وما تكونش غليظ وما تكونش ما بتعفوش عن الناس في وقت الشدة وفي وقت الغضب تمام دي كلها خلق القرآن وأخلاق القرآن وفي غيرها كتير طول ما انت بتقرأ القرآن وماشي هتلاقي أخلاق يامة التزم بالأخلاق دي لو عايز تبقى قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ده بص كان وهو رايح الشغل الصبح وهو راجع وهو رايح الجامعة وهو راجع من الجامعة وهو رايح الدرس وهو راجع من الدرس وهو رايح المدرسة وهو راجع من المدرسة وهو نايم وهو قايم وهو بيصلي وهو بيدعي وهو بيتكلم مع الناس بيبدأ كلامه متصلوا على النبي كده بس اهدوا واستاهدوا بالله وهو بيبدأ اي حاجة بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اي حاجة في يومه بيعملها بتلزمها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ايه دليل الكلام دوت انا هقولك الدليل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث ابن مسعود ان اولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم صلاة علي وبيقول صلى الله عليه وسلم في حديث تاني إن أقربكم مني يوم القيامة أكثركم صلاة علي أو كما قال صلى الله عليه وسلم زي بالضبط ما قلت في الصنف الأول أو النوع الأول من الناس اللي هتبقى قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يبان في ظاهرها أن هي هينة أو يبان في ظاهرها أن هي بسيطة سهل أنها تتعمل ولكن والله لا سهل إلا ما سهله الله سبحانه وتعالى أنت حضرتك ممكن تركب المواصلات سنة كاملة تضيع في مواصلاتك أربع ساعات في اليوم ادرب أربعة في تلتمية خمسة وستين أو تلتمية أربعة وستين يوم هيطلع لك رقم مهول أنت بتقضيف المواصلات ما بتعملش أي حاجة ليه ما صلتش على النبي صلى الله عليه وسلم عشان ساعتها بس تفتكر أن الموضوع مش سهل كام ساعة أنت فضيها وبتفضاها في يومك كام ساعة أنت ما بتعملش حاجة في يومك وممكن تذكر ربنا سبحانه وتعالى ولكن ما ذكرتش عشان ساعتها تعرف أن الموضوع مش سهل الموضوع محتاج عوني من الله سبحانه وتعالى والوقت سبحان الله والله لما تستشعر بس كده أن انت تبقى ماشي ما بتعملش أي حاجة رايح مشوار رايح جمع رايح شغل رايح أي مكان فتذكر ربنا سبحانه وتعالى تستشعر كده من جواك أن لولا الله سبحانه وتعالى أرادك أن تذكره ما ذكرته ده الواحد ومعنى كده يخليك تحب الزكر وتحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم علشان ما نخشش في موضوع تاني وده موضوع إن شاء الله بإذن الله نبقى نجيله ونتكلم فيه إنه عين اللي هيبقوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أول واحد حسن الخلق تاني واحد كثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم علشان تبقى واحد من الاتنين دول أو الاتنين مع بعض أول خطوة أطلب العون من ربنا سبحانه وتعالى أنه يعينك ويوفقك أن أنت تكون ده أو ده أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا اللهم أمين أشوفكم إن شاء الله في الفيديو جديد الأسبوع اللي جاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته